اشتركوا في القناة ولا تفتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل وهو أمر لجميع الناس لكن لأنه تقدم ذكر بني إسرائيل وأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم نعما عظيما وأنهم يعلمون ذلك في كتبهم وأنه أخذ عليهم العهد والميثاق إذا بعث محمد عليه الصلاة والسلام أن يؤمنوا به وأن ينصروه فكانوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يبشرون به ويستفتحون به على الذين كفروا ويقولون يستفتحون به على أهل قريش يقولون سوف يخرج نبي يعني نقتلكم أو يعني نظهر عليكم نحو ذلك فلما خرج عليه الصلاة والسلام كفروا به وبين سبحانه وتعالى أن هذا السبب هو استعجال الحظ الأدنى الفاني القليل الذي لا قيمة له والذي لو أنهم آمنوا به عليه الصلاة والسلام لحصلوا على خير الدنيا والآخرة ولهذا قال سبحانه وتعالى وكأنه أيضا نوع بيان لما تقدم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وأن من الوفاء بالعهد كما تقدم هو الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وما أخذ عليهم وما نزل في كتبهم وأنهم إذا كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا به كفروا بأنبيائهم يكونون كافرين بجميع الرسل ولهذا قال وآمنوا بما أنجلت أمر آمنوا بما أنجلت مصدقا لما معكم بما هذه قيل مصدرية وقيل موصولة ما بما أنجلت بالذي أنجلت وقيل بما أنجلت أي بإنجالي بإنجالي لهذا الكتاب هذا القرآن لكن أكثر على أنها موصولة ولي قال وآمنوا بما أنجلت مصدقا مصدقا حال إما من مفعول أنجلت وهو أنجلته الهافي فيه المقدرة في أنجلت أو أنه حال من الاسم الموصول بما حال منه مصدقا وآمنوا بما أنجلت مصدقا لما معكم هو معكم وأنتم تعلمونه وتعرفون ذلك ولهذا فإن الحجة قائمة عليكم ظاهرة وأنتم تعلمون ذلك وآمنوا بما أنجلت مصدقا لما معكم لأنكم إذا آمنتم به عليه الصلاة والسلام حصل لكم الأجران إيمانكم بنبيكم عليه الصلاة والسلام ومن شرطه إيمانكم بالنبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء المرسلين فيكون لكم الأجران كما في الصيحة عن نبي موسى ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين منهم قال رجل آمن بي وبنبي من أهل الكتاب رجل من الكتاب آمن بي وبنبيه وآمنوا بما أنزلت مصدقا مطابقا لما معكم وأنتم تعرفون ذلك لا يلتبس عليكم ولهذا قال ولا تكونوا أول كافر به يعني من أهل الكتاب لأنهم هم أول من خوطب به من أهل الكتاب من اليهود في المدينة وإلا فقد كفر قبلهم كفر قريش كفروا به لكن لا تكونوا أول كافر به من اليهود فتحملون إثمكم وإثم من تبعكم خاصة الأحبار والرهبان منهم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا فالذي يحملكم على ذلك هو استعجال الحظ الأدنى هو أخذ الذي هو أدنى وترك الذي هو خير فهذا هو الذي يجعلكم تفعلون ذلك ثمن قليل والمعنى قليل إذا نشبته إلى ما تركوه فالدنيا كلها لو أنه معتاب بها وأخذوها ثمنا لعدم التصديق فهي قليل لأنه مقابل بشرع الله والوحي والقرآن ومثل هذا لا قيمة له ثمنا قليلا سواء كان هذا الثمن مال أو رياسة فكانوا تأتيهم إتاوات وتأتيهم رشاوة من أحبارهم فيحرفون لهم التوراة ويضعون عنهم بعض الأشياء كأنهم مشرعون ويأخذون من زروعهم وثمارهم ويأخذون من أموالهم لمقتضى الرياسة عليهم فيترأسون بالباطل والزور فيكون هذا الثمن إما من الأثمان المالية أو من أثمان الرئاسة ونحوها المعنوية كله ثمن جهيد لا قيمة له لأن من أصر عليه مآله والعياذ بالله إلى جهنم وبئس المصير إن ما أتى على ذلك ولا تشتروا بآياتي التي أنزلتها والآيات التي تعلمونها تعلمونها حقا من عند الله سبحانه وتعالى ولا تشتروا بآياتي ثم حذرهم سبحانه وتعالى وبين لهم أن بعدما حذرهم بين أن الخير في التقوى قال وإيايا فاتقوا كما تقدموا وإيايا فارهبون أمرهم بأن يرهبوه وأن يتقوه لأنهم حين يرهبونه يكون خوف مع إجلال تحصل بذلك التقوى فيرهب ويخاف الرهب الخوف يكون ليس خوفا مفزعا وليس خوفا مزعجا بل خوف مع طمئنان خوف مع طمئنان هكذا المؤمن لا يكون خوفا مجعجا مقلقا يؤدي به إلى القنوط لا يكون خوفا معتدلا خوف مع رهبة إجلال وبه يحصل الإطمئنان وفي مثل ذكره بعضها العلم لا أذكر أين قرأته لكن حضرني الآن وإما يحضرني منه جزء من هذا المثل إما من كلام بن قيم رحمه الله أو كلام غيره لعله يراجع يقول ما معناه إن من يكون سائر في طريقه والعدو يتبعه ويحاول أن يضله فهو يهرب منه ويسير على الطريق المستقيم ولا يلتفت ولا ينظر إليه ولا يخاطبه بل يعرض عنه لأنه حين يلتفت يضعف ويتجرأ هذا العدو فلو كان إنسان في برية وخلفه سبع مثلا مفترس متوحش فهو يسير يهرب منه لكن لا يلوي على شيء لا يلتفت همه أن يسير حتى يسلم منه فلما خشي أن يدركه وقد اشتد به شيء من الخوف وجد طريقا فنفذ منه إلى شجرة أو إلى جبل وعدوه يسير لا يدري أين هو فجلس تحت هذه الشجرة مختفيا بها فحصل له نوع أطمئنان نوع أطمئنان أراحة فهو مع خوف لكن مع نوع أطمئنان هكذا الذي يسير هذا المثل أو قريب من هذا يراجع كلامه رحمه الله في بعض كتب العلم القيم رحمه الله هكذا المؤمن لا يكون خوف خفا مزعجا فيخاف ويكون مع رجاء مع طمئنينة بهذا يصل ويحصل له مراده قال وإيايا فاتقون مثل وإيايا فارهبون في الإعراب وهذا مفعول مقدم فاعله من نفس الفعل المذكور لأن أصرف فاتقوني تقوني استكمل مفعوله بالياء فلهذا يأخذ له فاعل أو عامل من نفس الفعل المذكور مثل ما تقول له باب الاشتغال لعن باب الاشتغال تقول زيدا أكرمته زيدا أكرمته وش اللي عمل فيه زيد زيد الآن ما قبله عامل ينصبه العامل الذي بعده اشتغل في معموله في الهاء أكرمته الآن ما ما يحتاج إلى معمود ما يحتاج إلى معمود طيب زيدا قيل له يأخذ له عامل من نفس العامل المذكور يقدم يقول أكرمت زيدا أكرمت زيدا أكرمته ولهذا قال وإيايا فاتقون التقوى أن تجعل بينك وبين محارم الله وقايا وشتر التقوى ها هنا تقوى محلها القلب ثم بعد ذلك تنقاذ الجوارح للقلب فهو مركج تحكمها واللسان ناطق بذلك ولهذا صلاح اللسان علامة صلاح القلب في حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول إنما نحن بك إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان شمعنا تكفر اللسان تخضع وتذل تخضع وتذل تقول إنما نحن بك إن استقمت استقمنا وإن عوججنا قال بعضها العلم القلب هو ملك الجوارح فكيف في هذا الحديث قال تكفر اللسان قالوا هو كذلك لكن اللسان دليل القلب فهو ينطق بما في القلب فإذا نطق الخير وكان ملاجما له تل فإن استقمت استقمنا وإن عوججنا عوججنا دليله لما ذكر صلاح الجوارح لأنه لا يكفي لأنه حين يكون لسان صالحا وتتبعه الجوارح يكون الكلام حق يكون الكلام حقا وصدقا ما يكون نفاق ما يكون رياء ما يكون تسمع لا حين تستقيم الجوارح هذا دليل على صدق اللسان بصدق القلب أما إذا لم تخضع له تخضع له وكان مجرد ذلاقة لسان لا قيمة له ربما يكون لسانه حسنا وقوله حسنا لكن ليس عن يقين لكن حين تخضع الجوارح وتذل الجوارح في هذه الحالة يدل على سلامة وصحة الكلام الذي يتلفظ به اللسان بصلاح القلب وليها قال وإياي فاتقون اتقوني ومن اتق الله كفه الله ومن اتق الله علمه الله واتقوا الله ويعلمكم الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون التقوى حق التقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتجي ومن يتق الله هذا هو يتيسر يتيسر أمره ويفتح له أبو الخير ويجعل الله له مخرج ومن يتوكل على الله فهو حسبه يحصل له تمام التوكل يلقي أمره إلى الله سبحانه وتعالى لا يعطف على جوارحي ونفسي بشيء إنما يعمل بها وقلبه معلق بالسماء جوارح تعمل وقلبه معلق بالسماء بربه سبحانه وتعالى فاتقون ثم قال سبحانه وتعالى محذرا لأهل الكتاب ومن شابهم ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون ولا تلبس الحق بالباطل ما معنى اللبس الخلط اللبس وأعظم بلية هي بلية اللبس ولا يبتل الناس اليوم إلا باللبس والخلط خلط الحق بالباطل حين يتكلم بحق وباطل يسمعون حقا فيصدقون يسمعون باطلا فيتحيرون هم قد لا يعرفون أنه باطل لكن يجدون منافرة بين هذا وهذا فتحصل الحيرة وعند ذلك يحصل الضلال وهذا تحذير لأحبار اليهود ورؤسائهم وكذا تحذير لأمة الإسلام من أن يشبهوهم أو يشابهم لا تلبسوا اللبس الخلط يقال لبس يلبس لبسا هذا معنى خلق ولبس يلبس لبسا هذا معنى لبس الثوب إذن يختلفان في الماضي وفي المضارع وفي المصدر لبس يلبس ماذا لبسا لبس يلبس لبسا خلط خلط الحق بالباطل خلط بهذا فلم يميز فحصل الضلال ولبس بالكسر يلبس بالفتح لأن الفعل الثلاث له ستة أوزان ستة أوزان ماضيه ومضارعه يعني يقول فتح كسر فتح ضم فتحتان كسر فتح ضم ضم كسرتان يعني هذا نظم بعضهم الفعل المضارع الفعل الماضي مع الفعل فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل وفعل يفعل حسب هذا الفعل الثلاثي قياسي في كثير من أفعاله ولما كانت أكثر الأفعال الثلاثية جعلوا هذه الأبواب للفعل الثلاثي ولي قال لبس ماذا يلبس لبسا هذا في الأمور المعنوية في الأمور المعنوية ولبس يلبس لبسا في الأمور ماذا الحسية لبس الثوب ولما كان الشي الحسي فيه كثافة ليس كالأمر معنوي كان له في المصدر حركة الضم لبسا لأنها أوسع ولما كان اللبس في الأمور المعنوية غير المشاهدة كان له اللبس بالفتح في المصدر لأنه يكون في اللبس وهو الخلط ولي قال سبحانه ولا تلبس الحق بالباطل تلبس الحق بالباطل الفعل المضارع فعل المضارع مجزوم لا تلبس بحذف النون لأنه من أفعال الخمسة أو من أمثل الخمسة والواو فاعل الحق بالباطل وتكتم تكتم اختلف هل هو معطوف على المجزوم فيكون مجزوما ويكون مجزوم بحذف النون ولا تكتم لأن لو حذفت حذف الجازم والناصب تكتمون تلبسون تكتمون الحق وهكذا تلبسون الحق نحو ذلك لكن حين جاء الجازم تكتم وقيل إنه منصوب ولا تكتم منصوب بعد الواو وهذه الواو واو المعية واو ويكون منصوبا بأن منصوبا بأن بعد واو المعية والواو هذه مع في هذا المثال في غير القرآن يكون المعطوف بالواو على المجزوم تارة يكون معطوفا عليه بالجزم تارة يكون معطوفا عليه بالواو واو المعية تارة يكون واو العطف تارة تكون الواو هذه واو المعية تارة تكون الواو هذه واو استئنافية مثال المشهور المعروف لا تأكل السمك وتشرب اللبن هذا بالجزم ولا لا على أن الواو عاطفة لا تأكل السمك وتشرب على أن الواو للمعية وتشرب وأن تشرب لا تأكل السمك وتشرب ماذا تكون الواو الواو وتشرب رفعنا الفعل ما أثر في الشيء استئنافية تكون الواو استئنافية على تقدير الأول يكون النهي عنهما كليهما لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن لا تأكل السمك وحركت اللام بالكسر لتقى الساكين أصلا لا تأكل لكن لما التقى ساكينان الهمزة مع الفعل المجزوم التقى ساكينان فحذف ما سبق وإن قدرتها وومعية تقول وتشرب تمتنع عن هذا ولكن تشرب اللبن وإن قدرت على أنها استئنافية لا تأكل السمك وتشرب اللبن أو وتشرب أما وتشرب النهي عن ماذا الجامع لا تأكل السمك وتشرب اللبن هذا مثال عندهم كمثال لكن الطب لا يقول هذا كلام مبصحي طبعا لكن كمثال قل لا تأكل السمك وتشرب يعني لا تجمع بين أكل السمك وشر اللبن على وتشرب لكن الذي في الآية إما بالجزم أو ماذا على النصب حذف من جهة الحركة ما يتغير لأنه سواء كان مجزوم أو منصوب الفعل فإنه بحذف النون بحذف النون ولهذا قال سبحانه ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا اللبس هو الخلط ما معنى اللبس الحق بالباطل هم يقولون هم يعلمون ذلك يقولون نعم إنه إما لبس الحق بالباطل بأن أن يعترفوا بشيء مما في كتبهم مما لم يحرفوه مما لم يحرفوه ف الذي لم يحرفوه بقي حق لكنهم في صفة عليه عليه الصلاة والسلام حرفوا فحين يسمعوا مثلا أتباعهم كلامهم من الحق الذي تكلنوا به ويسمعون التحريف لصفة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول ليس بالذي بشر به كذا وكذا يحرفون فيكون لبس الحق بالباطل واشتروا به ثمنا قليلا ويقول ولا تشتروا كما تقدم يشترون به ثمنا قليلا لأجل أن تبقى لهم رياستهم فيشترون ولا تشتروا أصل تشتروا تقدم معنا أن أصلها تشتريوا فاستثقلت الضمة على الياء فنقلت حركة الضمة إلى الراء ثم سكنت الياء فحذفت وحذفت الياء حذفت الياء وقيل ولا تشتروا ويكون وزنها تفتعوا لأن حذف آخر الفعل الذي لامه وهو إلياء فنهوا عن أن يشتروا بآيات اللي ثمنا قليلا بتحريفهم ويقول ولا تشتروا بآيات اللي ثمنا قليلا وإياه فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل بخلط الحق بالباطل وهذا اللبس وهذا الخلط يكونوا مع كتمان الحق هل هم لا يتكلمون ويكتمون أو يتكلمون ويكتمون في الحال هل معنى وتكتم الحق أنهم لا يتكلمون الحق أو يتكلمون مع الكتمان هم في الحقيقة يتكلمون لماذا لنقال ولا تلبسوا الحق بالباطل فهم يتكلمون بالباطل تكلمون بالباطل وفي حال كلامهم يكون اللبس وعند اللبس يكون الكتمان الكتمان لا يكون مع الإخفاء يكون مع الكلام وهذا أبلغ في الظلال أبلغ في الظلال والإضلال لأن الكتمان غير الإخفاء تقول أخفيت المتاع في ثوبه في ثوبي إذا شترته الكتمان يكون بكتم المعاني بكتم المعنى وإن تكلم يتكلم بألفاظ من الباطل وهذا أعظم في الفساد وأعظم في الظلال ولهذا من كتمان العلم حين يسأل عن العلم ويتكلم بكلام يلبس به الحق بالبعض ومنه أن يتكلم حين يسأل ولا ينظر إلى خلاص نفسه ينظر إلى خلاص السائل ولا ينظر إلى نجاة نفسه ينظر إلى نجاة السائل إما الاستعجال حظ دنيوي أو غيره هذه مصيبة وبلية فالواجب عليك أن تنظر إلى حظك وإلى نجاتك وسلامتك فلهذا كان كثير من السلف يقول ينبغي لمن يتكلم في هذه المسائل أن يضع نفسه بين الجنة والنار وأن يستحضر حين يسأل استحضر أنه مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى ولا يكن همك تخليص السائل لا يكن همك تخليص السائل مما يسألك أو مما وقع فيه لا يتكن همتك في ماذا في تخليص نفسك أولا انظر في خلاص نفسك أولا وفي نجاة نفسك فإن رأيت الأمر هكذا فتكلم فتكون تكلمت بالحق وإلا فيكونه في لبس الحق بالباطل وهو كتمان الحق وتكتم الحق وأنتم تعلمون الجملة هذه من مبتدى وخبر أنتم أن أنتم اختلف هل الضمير هو أن وحدها والتا حر خطاب والميم على مجمع أو أن الضمير هو النون والتا وأنتم وعلى هذا إذا كان الضمير هو أن يكون مبنيا على السكون وإن كان أنتم يكونوا مبنيا على الضم في محل رافع وإن كان أن وحدها يكون مبنيا على السكون في محل رافع بعضهم يقول إن أن هي الضمير لأنك تقول أنتم أنتما أنتنا تتغير التا تار تكون كذا تار تنو كذا فلما تغير الدلة على أنها الضمير هو أن وحدها وأنتم تعلمون تعلمون هذا هذا الفعل والفاعل في محل رفع خبر والجملة في محل نصب حال الجملة همين المبتدأ والخبر في محل نصب حال والحال أنكم تعلمون أنه نبي مرسل تعلمون أنه خاتم النبيين تعلمون أنه مذكور في كتبكم تعلمون أنه قد أخذت عليكم العهود والمواثيق لتؤمنن به ولتنصرنه كل هذا تعلمون إنما تكتمونه وإن تكلمتم تكلمتم بالباطل ولهذا دعاهم الله سبحانه وتعالى وأمرهم بما فيه صلاحهم وما فيه استقامتهم وما يعود عليهم بالنفع والخير العميم في الدنيا والآخرة وأنه لا يفوتكم شيء حتى في أمر الدنيا التي تطلبون يحصل لكم أضعافا مضاعفة وبدل أن تأخذوا فإنكم تعطون بدل أن تطلبوا فإنكم تؤدون لكثرة مالكم ولكثرة ما بارك الله لكم في أعمالكم لماذا؟ لأنكم آمنتم بالله ورسله وصدقتموهم وعجرتموهم وأوفيتم بالعهود والمواثق فوفى الله لكم بذلك وأنعم عليكم وأحياكم حياة طيبة في الدنيا موصولا بسعادة الآخرة ولهذا قال سبحانه بعد ذلك وأقيموا الصلاة إذن من أعظم أسباب من أعظم أسباب الخير لكم أن تقيموا الصلاة مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم أقيموا الصلاة التي جاء بهذا الكتاب التي جاء بها عليه الصلاة والسلام وبينها وهذه آيات مدنية الصلاة قد فررت قبل ذلك وبينها عليه الصلاة والسلام وصلى بالمسلم وأقيموا الصلاة ليس مجرد تعريف الصلاة لا إقامة الصلاة إقامتها بأركانها بشروطها بواجباتها بمستحباتها هذا هو حقيقة أدائها وقوموا لله قانتين قيام بالبدن وقيام بالقلب وإذا قام القلب قام البدن إذا صلح القلب صلح البدن وأعظم القيام القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى والعبد إذا قام في الصلاة فإن الله بينه وبين القبلة واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أمرهم سبحانه وتعالى بإتاء الزكاة وهذا يبين أنهم أنهم يؤدون الزكاة ويعطون الزكاة فتحصل زكاة أموالهم وتحصل طهارة أموالهم لأن الزكاة من النمو من زكاة الجرع إذا طال والزكاة من الطهارة زكاة نفسه طهرها ونفس وما سواها فألهما فجورها وتقواها فتزكيتها بتطهيرها فلهذا قال وآتوا الزكاة والزكاة هي نصيب مقدر في أموال مخصوصة وهذا مثل ما تقدم أنهم يباركوا لهم في أموالهم وبدل أن يأخذوا ويطلبوا مالا ممقوتا مالا سحت يشترون بآيات الله ثمنا قليلا فلا بركة فيه ولا خير فيه لا في المطعم ولا في المشرب ولا في البدن ولا في النفقة ولا في أي شيء والمال الممقوت وإن كثر عاقبته إلى قل كما قال عليه الصلاة السلام في الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل إيش معنى قل إلى قل يعني إلى هلاك قبل ذلك أريدنا أن أبي في قول إسمعه وتعالى ولا تلبس الحق بالباطل تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون الباطل تقدم أن اللبس هو الخلط والباطل من بأيات الله ثمنا قليلا فيأول أمرهم إلى الخسران والضياء أبدا لأن من أضاع دينه فهو خاسر وماله الذي يأخذه قليل معنى أنه كله خسران وهلاك يقال بطل يبطل بطلانا بطل يبطل بطلانا ماذا هو الذهاب والخسارة تقول هذا باطل أي ذاهب ضياء بخلاف بطل بعض الناس يخلط بين بطل وبطل يقول بطل هذا الشيء بطل يقصد أنه بطل لا بطل يبطل بطولة وبطل يبطل بطلانا بطل يبطل بطلانا هو الخسران والضياء وبطل يبطل بطولة إذا صار بطلا تقول فلان بطل أي صار بطلا ماضيه بضم العين لازم بطل يبطل مثل شروفا يشرفوا كروا ما يكرموا وهك بطولة المصدر بطولة وذاك المصدر بطلان وسمي البطل بطلا لأنه يبطل قوة عدوه ويذهبها هم هو يعود إلى معنى واحد لكن يختلفان في المصدر إذا كان في بطلان الشيء فهو بطل يبطل بطلانا وإن كان من البطولة بطل يبطل بطولة أن يبطل قوة عدوه فتقول هذا البطل يبطل أقرانه ويهزم أقرانه قرنه بطل لكن جاءه بطل أقوى منه فذهبت بطولة ذاك البطل ضياعا وخسارا فهم يؤلون إلى بطلان وإلى خسارة وإلى هلاك ثم دعاهم سبحانه وتعالى إلى ما فيه الخير والبركة فقال وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أدخلوا في حزب محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إن أردتم الخير إن أردتم البركة ولا تنظروا إلى الرياسات ولا تنظروا إلى أموال التي كنتم تأخذونها فكلها باطلة ولا تنفعكم شيئا ولا بركة فيها إن أردتم خير الدنيا والآخرة فاركعوا مع الراكعين وقيموا وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صلوا مع المصلين استدل جمع منها العلم بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة على وجوب صلاة الجماعة والأدلة في هذا كثيرة لكن هذا من الأدلة قد يناجع في هذا الدليل قد يناجع في هذا الدليل ويقال لا يدل وأنه قد يأتي واركعوا مع الراكعين يعني تكونون معهم من جهة أنكم تؤمنون محمد عليه الصلاة والسلام وقد يقال إن اركعوا مع الراكعين بعمم يتدل على هذا اركعوا مع الراكعين بأن تؤمنوا محمد صلى الله وسلم وتكونون مع الراكعين الخاشعين ومن خصالهم أنه يصلون جماعة وهذا في حق من تجب عليه الجماعة أما من لا تجب عليه الجماعة من النساء والمعذورين فلا يدخل لأدلة أخرى مع أن دلة وجوب الجماعة كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وصريحة كثيرة جدا بل وجوب إجابة النداء بل وجوب الصلاة في المساجد جماعة هذا هو الصحيح هذا هو ظاهر الدليل في الصلاة مع المسلمين فإن المساجد لم تبنى لهذا المساجد إنما بنيت لما بنيت له والأذان إنما ينادى به لأجل إقامة صلاة الجماعة حي على الصلاة حي على الفرح أتسمع النداء قال نعم قال فأجب فلا أجد لك رخصة ولا حدث فيها الكثير عنه عليه الصلاة السلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له روى أحمد ونواجه بإسناد صحيح زاد أبو داود قيل ما العذي رسول الله وقال ما العذي رسول الله قال خوف أو مرض وزاد فيها ضعف لكن معناها صحيح دلت عليها الأدلة لكن نفس أصل الحديث صحيح كما تقدم فالأدلة كثيرة ومن هذه الآية أخذ بعض علماء الأصول دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وش وجه الدلالة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وش وجه الدلالة في قوله وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أمرهم بإقامة الصلاة تأي الزكاة والواجب الكافر هل تصح من الصلاة قبل الإسلام هل تصح من الزكاة قبل الإسلام ما تصح نعم واجبا إذن قولوا وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا من ركب إلا أن قيل إنه فرع أو عما سبق وآمنوا ما أنزلت يعني أنه دعاهم إلى الإيمان ثم قال بعد ذلك وآقيموا فيكون إقامة الصلاة وإذن الزكاة بعد إيمانكم فعلى هذا ما يكون فيها دليل لا دلة فيها دلك للجمهور لكن إذا أخذت الآية وحدها وقيموا الصلاة استدل بعضهم بهذه الآية على أن الكفار مخاطم فروع شريعة كما هو قول الجمهور ومن أشر دلتهم في قول سبحانه وتعالى ما سلاككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم سكين وكنا نخوض مع الخائضين ولم نكن نطعم مسكين وكنا نخوض عن الخائضين ذكروا ماذا أمورا من فروع الشريعة فجعله مما سلكهم في سقر جعله مما سلكهم في سقر فذكروا مع تكذين وقال وكنا نكذب يوم الدين مع تكذين بيوم الدين ذكروا لم نكن نطعم مسكين وكنا نخوض مع الخائضين فذكروا هذا وهذا فدل على أنهم يعذبون بهذا وهذا وهذا هو الصحيح وهو قول الجمهور خلافا للإحناف رحمة الله عليه إحناف يقولون هم غير مخاطبين ما الفائدة من الخلاف فائدة من الخلاف أن من قال إنهم مخاطبون أن الكافر يعذب على كفره وعلى تركسهم لو رأيت كافر مثلا ما يصوم تقول هو يعذب إذا لقي الله على كفره يعذب على كفره وعلى تركه لأمور الشريعة عدم الصوم عنده ما ما يزكيه مثلا أمور واجبة أيضا يعذب على ما ينهى بعضهم فرق بينما أمر به وما نهى عنه قالوا يعذبون على المنهيات دون المأمورات والصواب أنه لا فرق بين هذا وهذا وأنهم يعذبون على هذا وهذا وقولهم إنهم مخاطبون بفروع الشريعة بشرط ذلك يعني بشرط الإيمان قولهم إنها لا تجيب عليهم وهم يقولون أحيانا العلماء يقول لا تجيب على الكافر الصلاة لا تجيب عليه الزكاة معنى لا تجيب لا تصح منه لا تجيب ما معنى لا تصح منه يعني لو صلى ما صحت صلاة يعني من شرطها ماذا الإيمان كما أنه لو صلى بلا وضو ما صحت صلاته فلابد من تقدم الشرط على المشروط لابد من تقدم الشرط على المشروط فعند ذلك تصح ولهذا قال وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ثم قال شبهنا تأمرون الناس البر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتابة أفلا تعقلون هذا كالأمر المستنكر منهم يعني في مقام الاستنكار والتعجب من حالهم أنهم يأمرون الناس بر يدعونهم إلى البر يدعونهم إلى الخير ربما قالوا لبعض اليهود آمن بمحمد هذا محمد هذا محمد رسول وهذا من أعظم التلبيس فحين يدعون غيرهم ولا يؤمنون هم هذا من أعظم التلبيس ومن أعظم الإغلال حين لا يراهم من يأمرونه ما يراهم متبعين هذا من أعظم الضلال فلو كان يدل على الخير ويأمر بالخير لكنه لا يفعله يتحج بالمأمور كيف لا يفعل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون هذا ينافي العقل ينافي الحكمة أن تأمر الناس بالبر البر هو الاتساع في الخير هو عمل الخير والبر يشمل كل ما أمر الله سبحانه ولهذا قال سبحانه ذكر في البر قرابة عشرين خصرة في كتاب في سورة البقرة لما قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربة واليتام والمشاكين والسائلين في الرقاب وآقم الصلاة وآت الزكاة والمفون بعدم العهد والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون لما ذكر هذه الخصالة العظيمة قال أولئك الذين صدقوا في أعمالهم وصدقوا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وأولئك هم المتقون فإذا كل هذه الأعمال هذه البر من التقوى قل على يأتي إن شاء الله على هذه الآية في درسي غد إن شاء الله سألوا سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسلام والعلم النافع على الصلاة المن وكرمها آمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد آمين آمين اشتركوا في القناة